السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير ناس كتيرا بتسأل اشتري طاق من استنس في جهازي ولا لأ طيب طاق من استنس عملي طب هو حلو طب ايه معايير شراءه طيب البرندات بتاعته ايه طب ازاي احافظ عليه كل الاسئلة دي دلوقتي هنشوفها مع بعض تعالوا نصلى على النبي كده واقول لكم على كل اللي انت عايزين تعرفوه اول حاجة تعالوا نتكلم على معايير الشراء بتاعته اشتريه عامل ازاي او مواصفاته عامل ازاي اول حاجة هاتي اه طاق من استنس ان يكون غمق من من جوه من جوه الحلة كل ما تكون غمقه كل ما يبقى احلى دي اول حاجة تاني حاجة معانا اه بيكون عليه مكتوب حفر من بره زي ما هتشوفوا دلوقتي على الحلة 18 على 10 وخلي بالك من الكتابة اللي موجودة عليه لازم يكون 18 على 10 وبتكون حفر على الحلة طيب تالت حاجة اللي بيبقى في اعر الحلة كده الكلمة دي على فكرة باللغة العربية الفصحة في اعر الحلة الجودة بتاعته بتبقى 316 او 304 الاتنين كويسين بس كل ما تبقى 316 بتبقى احلى يعني بشوية بس 304 ماشي برضو ماشي الحال تالت حاجة بقى ممكن او رابع حاجة لو انت عايزة بقى تختبريه بتجبيه مغناطيس بتحطيه من جوه من الداخل ومن الخارج طبعا لازم ما يلزقش في المغناطيس يبقى كده هو ستنس اصلي بيور المقعدة بتاعته بقى او الار زي ما احنا قلنا المغناطيس ممكن يلزق فيه عادي ليه بقى لان المقعدة دي بتبقى معمولة من الحديد لان الحديد بيوصل حرارة اسرع يعني لازم تكون كمية الحديد اقتر اه تمام السمك بتاعه بقى ما يقلش عن 10 ملي اللي هو واحد سنتي علشان ايه بقى علشان الاكل ما يتحرقش لازم يكون السمك بتاعه من تحت 10 ملي اللي هو واحد سنتي تمام كده طيب تعال اقولك على الحاجات ممكن تشتريها اللي هي البرندات او الحاجات اللي هي مضمونة وموسوق فيها عندك الكوركوميز ده كويس وعندك بونيرة وعندك لاينز اللي هو التركي وعندك طيبة وفي حاجات بقى دي الحاجات اللي هي مستورة ده في حاجات مصرية برضو كويسة اه يعني اهم حاجة اهم حاجة ان انت تشوف المواصفات اللي انا قلتلك عليها في اول الفيديو طيب ازاي نحافظ عليه بقى سواء كان ماركة او مش ماركة ماركته حلوة مواصفته حلوة او مش حلوة هقولك ازاي اول حاجة وانت جا تبوخي يعني مثلا هتبوخي كمية قليلة هتحلها صغيرة لو هتبوخي كمية كبيرة هتحلها كبيرة يعني ما يبقاش الطبيعي الاكل وخصوصا الرزة او المكارونا كميتها قليلة هتبوخي شوية صغيرين وتجيبي حلة كبيرة هتتحرق من فوق معروفة قريدي معروفة في الستنس طيب ايه كمان لو شرب روحتنا في شربة او هنسلق في لحمة هنسلق في فراخ هنسلق في اي حاجة او هنعمل حاجة فيها ميا مش ما بيجرروش اي حاجة عادي ما بيتحرقش يعني اهم حاجة زي ما انا قلتلك كده ان انت تحافظ على الاكل يعني تجيبي على قد كمية الاكل كل فترة كده هتبوخي لامون وبالحالة من بره ومن جوه وحاول ان انت تلمعيه او لامونة نص فلقة لامونة كده ولماع الحالة اللي انت عايزة تلمعيها بس كل فترة يعني مش اقل من 10 تيام او اسبوعين اقل من كده بليش حاجة كمان يا جماعة ان انت بتحط المادة الدهنية الاول قبل ما تحط الحالة على البتوجيز يعني في اي تقم تاني مثلا تقم تفيل او جرانيت ممكن نحط الحالة وبعد كده نحط المادة الدهنية ده ما ينفعش هيتحرق على طول لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك وتسالوا على النبي في كومتات وانتظروا احدث التريندات